حتى يتبين لهم أنه الحق سبع سماوات أو عبارة السماوات السبع كم مرة تكررت هاتين العبارتين بالضبط أيها الأحبة تكررت سبع مرات بالتمام والكمال سبحان الله إذن الله الذي خلق سبع سماوات ذكر هذه السماوات السبع في القرآن كله بالتمام والكمال سبع مرات ليشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بالله الرحمن الرحيم كم مرة تكررت كلمة الرجس بالسين والرجز بالزاي في القرآن كله الله تعالى يقول كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون الرجز شيء معنوي بينما الرجز كما قال تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء هو شيء مادي ولكن سبحان الله انظروا إلى هذا التوازن الإلهي لو بحثنا عن كلمة الرجس في القرآن كله نجد أنها وردت عشر مرات في تسع آيات في سبع صور ولو بحثنا عن كلمة الرجز بالزاي نجد أنها تكررت عشر مرات في تسع آيات في سبع صور لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله رب العالمين عز وجل وضع التوازن في كل شيء حتى في المحبة هناك عبارات في القرآن أيها الأحبة الله يحب كذا وعبارات الله لا يحب كذا كم عدد هذه الآيات وكم عدد هذه الآيات يعني مثال والله يحب المحسنين والله يحب الصابرين الله يحب كذا الله لا يحب الظالمين الله لا يحب من كان مختالا فخورا إلى آخره العجيب أن عدد الآيات التي ذكرت الله يحب ستعش آية وعدد الآيات التي ذكرت الله لا يحب ستعش آية نفس العدد فسبحان الله الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كم مرة ذكر الرجل في القرآن وكم مرة ذكرت امرأة في القرآن شيء عجيب من عدل الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة والله لا يظلم فقد جعل عدد مرات ذكر كلمة رجل في القرآن مساويا لعدد مرات ذكر كلمة امرأة في القرآن شيء عجيب والله أيها الأحبة لو بحثنا عن كلمة رجل في القرآن كله نجد أنها تكررت 24 مرة بالضبط ولو بحثنا عن كلمة امرأة في القرآن كله بمشتقاتها طبعا نجد أنها قد تكررت 24 مرة بالضبط لا نملك إلا أن نقول سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم هل سمعتم عن الدورة الاقترانية للشمس والقمر الحقيقة الشمس والقمر يكرران نفس الوضعية كل 19 سنة يعني الشمس والقمر يجتمعان في نفس الوضعية الفلكية كل 19 سنة العجيب جدا أيها الأحبة إذا ذهبنا إلى الكتاب الكوني وهو القرآن وبحثنا كم مرة اجتمعت الشمس والقمر في كم موضع سبحان الله شيء عجيب أننا نجد أن الشمس والقمر اقترنا في نفس الموضع في القرآن كله بالضبط 19 مرة بعدد سنوات الدورة الاقترانية والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر